في هذه الغرفة في مستشفى الراعي في صيدة فصل جديد من فصل معاناة النازحين السوريين حيث يعيش السوري محمد علي قصوم وزوجته مأساة مضاعفة بعدما رزقا بتوأم صبي وبنت توفيت البنت فور ولادتها في الشهر السابع فيما يرقد الطفل علي الذي ولد غير مكتمل النمو في حاضنة زجاجية وبحسب الطبيبة المعالجة فإن الطفل بحاجة إلى فترة علاجية طويلة لا تستطيع العائلة تخطيط نفقاتها علما بأن المفوضية العليا للاجئين وبحسب إدارة المستشفى وضع الطفل رفضت تخطية تكاليف علاج هذه الحالة نظرا لأن وزن الطفل أقل من كيلو جرام كل طفل 900 جرام ما بيدغطوا بناء على سياسة الشركة أو سياسة الأمم حقيقة نحن هنا كمستشفى ما قلنا سلطة أكثر من أن نطلب الأمور العنونية كأن الأمم المتحدة تطلب إلى الموت الرحيم لهؤلاء الأطفال يعني هذه العائلة ماذا تفعل في أطفال؟ هل تتركهم في الكفاز أم تقتلهم لحتى تسدد الدين الذي يتراكم عليها؟ نحط على جهاز التنفس وحتاج أبريد تبعية الرواية اسمه سيرفانتا وعم يأخذ أدوية التهابات ومنبلش نطعمه شوي شوي وعلى أكيد هيدول الأطفال نحن ممنع تبرهم إلا أنه منقلهم فايبل بايبيز يعني ولا تصالحين لأنه يكملوا الحياة ويكملوا بشكل طبيعي النشد الوزيع بدنا حل هذا الموضوع أنا ما فينا أحمل ابن طلباً على المشألة يموت أدفنه هو حي تعول عائلة الطفل علي على الخيرين والمعنيين في مساعدتها لتستطيع إتمام علاج طفلها ومنحه فرصة في الحياة